نادي الزمالك لهذه المباراة اللي دخل بها كابتن أسامة نبي محمد عواد محمد صبح راس المرمى خط الظهر عمر جابر محمد عبدالغاني مصطفى الزناري حسام عبد المجيد محمد طارق محمد عبدالشافي عبدالله جمع أحمد فتوح ثنائي كان غائب الفترة اللي فاتت النهاردة موجودين إن شاء الله ربنا يوفقهم ويكونوا إضافة لنادي الزمالك في بارتن اليوم خط الوسط محمد أشرف روقة عمر السيسي نبيل عماد دونجا إمام عشور سيد عبدالله نيمار وسيف جعفر أحمد مصطفى زيزو مصطفى شلبي إبراهيم نضاي برضو إضافة إبراهيم نضاي كلام كتير عليه إبراهيم نضاي من لعيب المميزة ولعب في الدور المصري يا جماعة وشفناه لعيب مميز اسألها ليه كلام كتير جدا مع جمهور الزمالك إن شاء الله بإذن الله فأعرف فرصة بإذننا هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا جدا وملحظات كتيرة جدا خط لجوم سامسون أكينولا سيف الدين الجزيرة ويوسف أسامة نبي حكام لقاء اليوم دي طبعا ده تشكيل يا جماعة ولا دي قائمة تشكيل نادي الزمالك في حراسة المرمى محمد عواد عبد الشافي حسام عبد المجيد محمد عبدالغاني سيد نيمار في الباك الليمين عمر السيسي نبيل دونجا إمام عشور مصطفى شلبي زيزو الجزيري طبعا ده تشكيل نادي الزمالك تغيير وحيد أعتقد عن الفترات اللي فاتت فترة مستر فريرا يمكن سيد نيمار بادي في ناحة الليمين ويامنا دينا أن سيد نيمار يبدأ بناحة الليمين دي إن شاء الله بإذن الله كل التمطب لنادي الزمالك اليوم بقيادة فنية جديدة ترجمة نانسي قنقر